السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم يا أصدقائي ووصلنا مع حضراتكم إلى ما هو ورد بريس ورد بريس هو عبارة عن منصة يتم استخدامها بهدف إنشاء مواقع ويب مجانية ومفتوحة المصدر وبلغة تقنية ورد بريس هو نظام إدارة محتوى CMS مكتوب بلغة PHP يستخدم قاعدة بيانات MySQL ويعد ورد بريس أسهل وأقوى أداة لإنشاء المدونات ومواقع الويب المتواجدة في وقتنا الحالي كما يعتبر نظاما أساسيا ممتازا لمجموعات متنوعة من مواقع الويب ابتداءا من مواقع التدوين إلى التجارة الإلكترونية إلى مواقع إدارة الأعمال والمحافظ المالية وبهذا يمكن اعتبار ورد بريس نظام إدارة محتوى متعدد لاستخدامات وتم تصميمه مع مراعاة سهولة الاستخدام والمرونة وهو حل رائع لكل من المواقع الكبيرة والصغيرة سبب الشهر الكبير لنظام إدارة المحتوى ورد بريس على الرغم من أنه بدأ كبرنامج تدوين بسيط إلا أنه أصبح اليوم متطويرا وأمنا أكثر بكثير من قبل هذا شجع عدد كبير من الشركات الكبيرة مثل سوني وجنيرال موتورز وسي إن إن ورويترز وسامسونج على استخدام ورد بريس لإنشاء مدونات وقد تم اعتماده كنظام أساسي لمواقع الويب الخاصة بها أحد الأسباب التي تجعله نظام إدارة محتوى قوي اليوم أنه يستند على جمهور مستهدف معين وهم المدوينون الذين اكتشفوا أن ورد بريس هو نظام إدارة المحتوى رقم واحد في العالم لهذا ركزت ورد بريس على صناعة المحتوى وإدارته بالإضافة إلى ذلك يمكنك تحويل أي موقع يعمل بنظام ورد بريس إلى تطبيقات ويب قوية باستخدام المكونات الإضافية حيث يحتوي ورد بريس على الكثير من المكونات الإضافية المتاحة بشكل مجاني كما يمكنك تغيير مظهر موقع ورد بريس الخاص بك تماما باستخدام سمات متنوعة فهناك إضافات وسمات مجانية ومتميزة متوفرة في نظام إدارة المحتوى هذا سهولة استخدام ورد بريس تجعله أكثر جاذبية للمبتدئين حيث يمكن لأي شخص تثبيته وإعداده واستخدامه دون الحاجة لقراءة أي دليل تعليمي إذ أصبح من السهل جدا إطلاق مدونة أو موقع على ورد بريس إن كان المستخدم خبير تقني أو مسوق أو طاهي أو نجار أو مقاول أو مراهق أو ما لا نهاية لماذا يستخدم الكثيرون منصة ورد بريس؟ يعتمد الكثير من الأشخاص والشركات الكبيرة على ورد بريس كونه غنيا بالميزات التي تجعله مناسبا للجميع ومن هذه المميزات نذكر مستضاف ذاتيا وتتم سيانته بواسطة المستخدمين لذلك فإن جميع معلومات الموقع تحت سيطرة المستخدم فقط وهو عبارة عن منصة غنية بالمزايا الخاصة بالتدوين والمحتوى وتمنح المستخدمين تحكما كاملا في النشر والتعديل والتنظيم يمكن لأي شخص تثبيته وإعداده والبدء في استخدامه بدون دليل استخدام النظام الأساسي للورد بريس قابل للتطوير ويمكن للشركات التحكم في قاعدة البيانات الخاصة بها يحدوي ورد بريس على واجهة سهلة الاستخدام مصممة بشكل أنيق من السهل إدارة وتعديل الوسائط المتعددة مثل الصور ومقاطع الفيديو والصور المتحركة تستطيع توسيع وظائف موقعك عن طريق تثبيت المكونات الإضافية والإضافات والسماد ويساعده على تحسين محركات البحث ويضمن احتلال موقعك مرتبة عالية في محركات البحث سريع الاستجابة وسهل الاستخدام للجوال ما هي استخدامات ورد بريس؟ منذ عام 2003 ولغاية الآن تم استخدام ورد بريس لتشغيل ملايين المواقع المتواجدة على الإنترنت فمن المتوقع أن تختفي 28 بالبيئة من مواقع الويب إذا لم يعد ورد بريس موجوداً ونظراً إلى مدى قوته حظية ورد بريس على أكثر من 1.2 مليار عملية تنزيل حتى الآن لهذا لا يمكن اعتباره مجرد أداة للتدوين يتم استخدامه في كل شيء تقريباً فهو آمن ومرن وغني بالمميزات التي تساعده على أن يكون منصة مناسبة لكافة أشكال المواقع والتطبيقات ولكن إن كنت تريد إجابة على سؤال ما هي استخدامات ورد بريس ستجد الآن أربعة أنواع من مواقع الويب التي يمكنك إنشاؤها بسهولة باستخدام منصة ورد بريس مفتوحة المصدر أولاً المدونات تعد المدونات نوعاً خاصاً من مواقع الويب المخصصة لمشاركة الأفكار والصور والمراجعات والبرامج التعليمية ووصفات الأطعمة وغير ذلك الكثير حيث ستتمكن من إنشاء أي مدونات تخطر ببالك من خلال منصة ورد بريس وبكل سهولة بعد بضع نقارات فقط ثانياً مواقع تجارة الإلكترونية عبر استخدام منصة ورد بريس ستتمكن من إنشاء مواقع تجارة الإلكترونية التي تتيح لك إمكانية بيع السلع أو الخدمات عبر الإنترنت وتحصيل المدفوعات عبر نظام الدفع عبر الإنترنت والقيام بذلك يمكنك تنزيل برنامج ورد بريس الإضافي المخصص للتجارة الإلكترونية وتثبته إلى جانب ورد بريس الأساسي حتى تتمكن من الحصول على متجر عبر الإنترنت على موقع الويب الخاص بك ثالثاً مواقع الويب التجارية تستفيد العديد من الشركات من التواجد على الإنترنت على هيئة موقع ويب خاص بها فإذا كان عملك يحتاج إلى موقع ويب يمكن العملاء من التعرف على شركتك وما تقدمه فإن ورد بريس يعد خياراً ممتازاً يتيح للعملاء إمكانية التواصل معك وطلب عروض الأسعار وتحديد موعد مع شركتك وغير ذلك الكثير مواقع التعلم الإلكترونية يتيح لك ورد بريس إمكانية إنشاء موقع تعلم إلكتروني باستخدام نوع خاص من المكونات الإضافية مثل مكون ورد بريس إل إم إس حيث يمكنك بكل سهولة تقديم دورات عبر الإنترنت من موقع ويب يعتمد على منصة ورد بريس المنتديات منصة تساعدك على إنشاء المنتديات حيث يتم تشغيل العديد من مواقع المنتديات من خلاله تعتبر المنتديات مكاناً مفيداً للمستخدمين يستخدمونها لطرح الأسئلات التي لا يجدون إجابة عليها أو مشاركة نصائحهم مع الآخرين المكونات الإضافية عبارة عن حزمة من التعليمات البرمجية الإضافية التي يمكنك تحميلها على موقع الويب الخاص بك تساعدك على إضافة ميزات أو وظائف جديدة للموقع ويمكنك إضافة المكونات الإضافية بلاجينز من خلال قائمة الملحقات في لوحة التحكم الخاصة في ورد بريس باستخدام مربع البحث ستمكن من العثور على مكونات إضافية مجانية ويمكنك تجميع المكونات الإضافية ضمن ملفات مضغوطة وتقوم بتحميلها سوية من خلال أداة تحميل قائمة الإضافات في لوحة التحكم كيف تبدأ باستخدام ورد بريس؟ مرة أخرى نذكرك بأنه مجاني تماما حيث يمكنك البدء باستخدامه من اليوم عبر موقعه على الإنترنت ومن خلال اتباع بعض خطوات ستتمكن من الحصول على موقعك الخاص ستحتاج فقط إلى بعض الأمور قبل بدء استخدامه وهي استضافة المواقع ذات جهد عالية اسم المجال أو الدومين وتثبيت ورد بريس على موقع الويب الخاص بك في أغلب الأوقات تتولى معظم مواقع الاستضافة هذه المهمة نيابة عنك في لقائنا القادم إن شاء الله سنبدأ بخوض المشوار العملي في شرح الاستضافات وكيف الوصول لها وأيضا أسماء المجالات أو الدومين وكيفية حجزها وأيضا قبل نهاية هذا اللقاء نذكركم بأنه تم توفير العديد والعديد من إضافات تصميم المواقع في ورد بريس تتميز بوجود ثيمات احترافية للغاية وبلاكنز وتمليد كيتس لتطبيق الإليمينتور يمكنكم الاستفادة من هذه العروض المتاحة على موقع عربكم تجدونها في المتجر في قائمة ورد بريس ألقاكم على خير ودمتم برعاية الله محبكم أحمد صالح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته